طلاب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رح أشرح درس جديد بماد التربية الوطنية لصف السابع الوحدة الأخيرة بتتحدث عن السيرة الحضارية ورح نحكي عن محافظتين اللي هم عمان وإربل الدرس الأول بالوحدة الأخيرة بيحكي عن عمان محافظة عمان هي من محافظات الوسط وهي العاصمة وهي أكثر محافظات المملكة سكانا وهي ثالث أكبر محافظات مساحة بعد محافظتي معان والمفرق وحدودها الزرقاء من الشمال ومادبة من الغرب ومن الجنوب الكرك ومعان وطبعا تشترك عمان بحدودها مع المملكة العربية السعودية من جهة الشرق وتبلغ مساحة عمان تقريبا 7579 كيلومتر مربع حكينا عمان المحافظات الوسط زي مهم بيني عندكم محافظة العاصمة من الجهة الشرقية محافظة الزرقاء ومن الجهة الغربية مادبة ومن الجهة الجنوبية إمعان والكرك وطبعا من أكبر محافظات المملكة من حيث المساحة اللي هي معان باللون البني ومحافظة المفرق باللون الأصفر وبعد محافظة المفرق ومحافظة معان من حيث المساحة تأتي محافظة عمان من حيث المساحة إذن هاي خارط المملكة الأردنية الهاشمية بتمثل محافظات المملكة اللي رح نتحدث عن محافظة العاصمة هلأ بدنا نحكي عن التطور التاريخي لعمان يعني الحضارات اللي سكنت على أرض عمان الحضارات اللي سكنت على أرض عمان وما زالت آثارها موجودة لوقتنا الحالي هلأ محافظة عمان تاريخها بعود إلى أكثر من سبع آلاف سنة قبل الميلاد وطبعا في هاي الفترة سكنت على أرضها عدد كبير من الحضارات والأثار المنتشرة في عمان بالدل على الحضارات اللي كانت موجودة أمثل على هاي الحضارات اللي هم الحيثيون الهكسوس قبائل العماليق الأقدميين ثم قبائل بني عمون أو العمونيون اللي أعطوا المدينة اسم ربة عمون والربة تعني العاصمة أو دار الملك ثم سقطت كلمة ربة وبقيت محافظة على كلمة عمون حتى جاء الأمويون وأطلقوا عليه اسم عمان وبعد ذلك خضعت عمان لحكم الأشوريون ثم البابليين ثم الإمبراطورية اليونانية ثم الإمبراطورية الرومانية طبعا غيروا اسم عمان من ربة عمون إلى فلادلفيا نسبة إلى القائد باطليموس فلادلفيوس وبعد ذلك انقسمت عمان إلى جزئين بين الدولة النبطية والسلوقية وجاءت الحضارة الرومانية أو الإمبراطور الروماني هيردوس ودخلت بعد ذلك الدولة أو عفوا دخلت مدينة عمان إلى العهد الروماني ثم البنزنطي حتى منتصف القرن السابع الميلادي وجاءت الحضارة الإسلامية طيب رح نتعرف على المواقع الأثرية والحضارية في عمان لدينا أول موقع سبيل الحوريات سبيل الحوريات يعود إلى الفترة الرومانية في القرن الثاني الميلادي حيث أقيم فوق مجرى نهر عمان قديم وهو مبنى روماني يعني زي حمام قديم مثل حمامات اللي بتكون بباب الحارة جبل القلعة أحد جبال مدينة عمان وقد تخذه العمونيون منذ القدم مقرا لحكمهم في المدينة وبعد ذلك جاءت الحضارة اليونانية والرومانية والبيزنطية وبقيت آثاره موجودة حتى جاء الحكم الأموي وقام ببناء على قمة الجبل قصر القصر الأموي موجود في جبل القلعة ما زالت آثاره إلى الآن وهي آثار جبل القلعة بينه عندنا بالشكل أعمدة أعمدة اللي هي جبال القلعة وهون عندنا قصر الأموي اللي هي قصر الأموي اللي هو على قمة الجبل أيضا عندنا المدرج الروماني وهو من المعالم الأثرية المشهورة والمعروفة أكثر في عمان بني المدرج عام 170 بعد الميلاد وبالتسع تقريبا لستة آلاف متفرج وطبعا لازال يستخدم إلى وقتنا الحالي لإقامة الاحتفالات وفي كل عام تجرى في عدة احتفالات شعبية متحف عندنا متحف طبعا الفلكلور الشعبي ومتحف التقاليد الشعبية الموجودة من الجهة الشرقية والجهة الغربية في المدرج هذه الصورة بتبيننا المدرج الروماني اللي بتتسع لأكثر من ستة آلاف متفرج عندنا الموقع الأثري الرابع موقعين غزال هذا موقع يقع في شمال الشرقي بمدينة عمان الطريق الرئيسي الذي يربط بين عمان والزرقاء وعام 1974 اكتشفت عدة آثار تعود إلى حقبة ما قبل الفخار إذن عصر الحجري عصر ما قبل الميلاد وبتأكد طبعا على أنه هذا المكان كانت قرية زراعية ومنطقة استقرار المسجد الحسيني وكل ياتنا بنعرف المسجد الحسيني الموجود بوسط البلد طبعا هو من أقدم مساجد العاصر الأردنية عمان اتأسس عام 1923 أسسه الأمير عبد الله الأول وسمي بهذا الاسم نسبة إلى الشريف الحسين بن علي قائد الثورة العربية الكبرى عندنا الموقع السادس موقع أهل الكهف طبعا يقع في قرية الرجيفة بوعلندا على بعد سبعة كيلومتر شرق العاصم عمان وهو مغارة أهل الكهف اللي هو اتخذوا أصحاب الكهف زي ما بنعرف في الحادثة المذكورة في القرآن الكريم قصر العبد أو قصر عراق الأمير قصر أثري قع في بلدة عراق الأمير ببعد عن عمان 35 كيلو في الترغرب عمان ويعود هذا القصر إلى الفترة اليونانية الرجم الملفوف هذا أحد أقدم المعالم الأثرية والتاريخية في عمان وهو برج برج شيده العمونيون دائما الأبراج بيكون لها مهمة لمهمتها الدفاع عن المدينة وحمايته مراقبة التحركات العدو وأيضا في عنا عدة مقامات موجودة في عمان مثل مقام الصحابي بلال بن رباح والصحابي عبد الرحمن بن عوف إذن هاي المواقع الأثرية الموجودة في عمان هل بنعرف عمان في الوقت الحالي في الوقت الحاضر عمان مدينة مزدهرة متطورة تمتاز بنهضة تنموية واقتصادية مستدامة طبعا ولاحظنا في السنوات الماضية إنه تطور ملحوظ في مختلف مجالات الحياة وأيضا توسعت في الحركة العمرانية وأيضا تقدم في مجال التعليم والصحة هاي صور متنوعة من العاصمة عمان بتميدنا المواقع العمرانية أو الحركة العمرانية المنتشرة في عمان بالوقت الحاضر وأيضا تعود بدايات التعلم إلى عمان عام 1916 منذ افتتاح أول مدرسة اللي هي مدرسة دار النجاح موقعها خلف المسجد الحسيني الكبير بعدين تطور التعلم عندنا في مدينة عمان خاصة بفترة الخمسينيات والستينيات وبعدين زادت نوعية التعليم وتحسن نوعية التعليم ووصل إلى التعليم العالي بتأسيس الجامعة الأردنية عام 1962 ميلادي وفي عقد الثمانينيات والتسعينيات أصبحت عمان مركز جذب للطلبة من الدول العربية الشقيقة يجوا عندنا من الدول العربية الشقيقة للتدريس في مختلف المجالات أما في مجال الصحة فكان إنشاء مدينة الحسين الطبية الأثر إيجابي تطور الخدمات الصحية وهذا الإشي أدى إلى زيادة المستشفيات الحكومية والخاصة وتطور الخدمات اللي بتقدمها وطبعا هذا إشي نعكس بشكل إيجابي كتير وجعل عمان مركز جذب عشرات الألاف من أشقاء العرب بتلقي الخدمات العلاجية وتميزت الأردن بمستوى عالي في مجال الصحة أما بالنسبة عن عمان بوقت الحاضر فعمان هي بتجمع بين الماضي والحاضر فهي بتحافظ على هويتها وتراثها العريق بتواكب التطورات في العصر الحالي بكل جوانب الحياة وطبعا عمان وباقي محافظات المملكة بتحظى بأهمية كبيرة من جنالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وذلك عن طريق رؤية ملكية سامية بيجعل عمان نموذجا بوصفها عاصمة حضارية رسخت ثقافة البشر والحجر ضمن تطور عصري شهدتهم مشروعاتها التنموية على مختلف الميادين وأصبحت عمان مدينة مزدهرة ومتطورة مواكبة للتطورات والتحديات اللي بنعيشنا بنعيشها في وقتنا الحالي وهي محافظة على هويتها وتراثها العريق يعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر